في لبنان عن اتفاق ماليا اقتصادي لمعالجة تداعيات أزمة المحروقات وانشر في الاجتماع الذي ترأسه الرئيس اللبناني ميشيل عون الاتفاق على عدد من تدابير لتوفير الموارد المالية المطلوبة تمت أيضا الموافقة على اقتراح وزارة المالية أن يطلب من مصر في لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل وستثنائي للمحروقات بأنواعها البنزين المزود والغاز المنزلي أكد الاجتماع أهمية التنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية من قضائية وأمنية وعسكرية من أجل منع التخزين أو الاحتكار سنبقى في لبنان حيث حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف في بيان من أن أكثر من أربعة ملايين شخص في لبنان قد يواجهون نقصا حادا في المياه أو انقطاعا تاما لها خلال أيام لسبب أزمة الوقود الشديدة المنظمة أضفت في بيان أن أكثر من 71% من سكان لبنان قد لا يحصلون على المياه وهو ما سيعرض الصحة والنظافة العامة للخطر وقد يشهد لبنان زيادة في الأمراض المنقولة بالمياه بالإضافة إلى زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا وأضفت اليونسف أن الاستعادة العاجلة لإمدادات الطاقة هي الحل الوحيد لاستمرار تشغيل خدمات المياه ومن لبنان تنضم إليه الآن مراسلة تلفزيون العربي جويس الحاج خوري إذن اجتماع وقرارات جويس وحديث عن أن خزانة الدولة قد تتحمل التكاليف الإضافية لاستمرار دعم الوقود ماذا أيضا؟ نعم هو دين على الدولة اللبنانية ستتكبده هذه الخزينة الدولة بسبب دفعها أو تغطيتها للفرق بين سعر 8000 ليرة الذي سيصرف عليها الدولار لاستيراد المحروقات وبين سعر الصرف في الأسواق المحلية وليس السعر الرسمي والذي يصل إلى قرابة 20 ألف ليرة هذه الأموال ستغطى مما كان يفترض أن يكون موازنة عام 2022 بانتظار وصول مبالغ مالية من صندوق النقد الدولي هي مساعدات سنوية للبنان في تشرين الأول أكتوبر المقبل ولكن ما حكي عن أن له حل لأزمة المحروقات التي يعاني منها لبنان ليس سوى تأجيل للأزمة شهرا ونصفا حتى نهاية أيلول المقبل في هذا الوقت يأمل رئيس الجمهورية وتأمل السلطة اللبنانية في أن تتمكن من إقرار بطاقة تمويلية أيضا سيتم تمويلها من مساعدات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتغطية رفع الدعم عندما يرفع الدعم نهاية أيلول سبتمبر المقبل ولكن المشكلة في إقرار البطاقة التمويلية أنه يجب أن يكون هناك حكومة بكامل الصلاحيات لتقوم بإقرار هذا البطاقة المشروع الذي أحيل من البرلمان اللبناني إلى الحكومة حكومة تصريف الأعمال وبالتالي فإن التحدي الأكبر أمام رئيس الجمهورية اليوم هو التواصل وتقديم التنازلات وتقديم التسهيلات للرئيس المكلف نجيب ميقاتي من أجل تشكيل هذا الحكومة الرئيس اللبناني في كلمة له قبل قليل قال أن تأليف الحكومة مستمر والحكومة ستبصر النور وهي ستقوم بالإصلاحات وهذا المواقف كنا قد سمعناها من رئيس الجمهورية من رؤساء الحكومات الذين تم تكليفهم في السابق وحاولوا تأليف حكومة وإنما أيضا من الأفريقاء السياسيين ورؤساء الأحزاب في لبنان مرارا وتكرارا من دون أن يطبق أي من هذه الإصلاحات حتى أن المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يطالبون لبنان بهذه الإصلاحات يطلقون وعود من المسؤولين اللبنانيين من دون أن يترجم أي من هذه الوعود عمليا على الأرض وهو الشرط الأساسي لعودة الأموال والمساعدات الأجنبية للبنان والتي يمكن أن تنتشل البلاد من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تغرق بها يوما بعد يوم إذن حلول مؤقتة لمدة شهر ونصف بعد ذلك لا نعلم ما إذا كان المشهد الذي شهدناه في الأيام الماضية في شوارع بيلوت سيتكرر وهذا ما يتوقعه اللبنانيون بشكل عام خصوصا وأن كما ذكرت كل هذه الوعود وكل محاولات البعث بأمال لم يفضي إلى أي نتيجة عملية وملموسة على صعيد الأزمات شكرا جزيلا لك جويس على هذه الإفادة كنت معنا من بيروت جويس الحاشخوري مراسلة تلفزيون العرب شكرا جزيلا لك